موسيقى مساء الخير وأهلا بيكم حلقة جديدة وكلمة أخيرة إذن فوز مستحق للزمالك في نصف نهاية الكونفدرالية أمام دريمز الغاني بثلاثية نظيفة خارج الأرض المطشل إسا خلصان يعني مفيش من دقائق قليلة وعبور زمالكاوي للنهاية نهاية الكونفدرالية غالبا أمام نهضة بركان المغربي ليكرر سيناريو آخر نهاية للزمالك في الكونفدرالية عام 2019 كده عندنا الأهلي والزمالك قطبي الرياضة والكرة المصرية اللي اتنين وصلوا نهاية بطولات إفريقيا والنهايات عربية عربية الأهلي أمام الترجي التونسي والزمالك غالبا أمام نهضة بركان أو اتحاد العاصمة يعني غالبا نهضة بركان لأنه اتحسب له المطش قبل كده 3 صفر وكده نهايات عربية عربية في حال فوز الأهلي والزمالك يتقابلوا الاثنين في السوبر الإفريقي لتاني مرة في تاريخهم مبروك للزمالك لعب مطش كبير في ظروف صعبة أرضية صعبة رتوبة 80% كان زمالك التعادل في القاهرة صفر صفر طبعا الفريق الغاني هو فريق متواضع أول مرة يدخل بطولة إفريقية هو رقم 14 في دوري غاني ولكن ده فوز مهم للزمالك أنه ينافس على نهائي الكومفدرالية ويعود بإذن الله لمنصات التتويج الإفريقية اللي غاب عنها كثيرا وكانت آخر بطولة إفريقية له 20-20 أمام الترجي في السوبر الإفريقي وزي ما أنتم شايفين روحي رياضية أتمنى الفوز للفرق المصرية بقول مبروك لزمالك من قلبي على فكرة ودي رسالة بوجهها لكل مشجع الرياضة خلي روحنا رياضية وطنية كل واحد ينحز لفريقه لما يكون بنلعب محليا لكن إفريقيا وبقول لأصدقائي الزمالكوية منهم كتير يعني ألفوا مبروك ويعني أرجوكوا يعايزين نفس المشاعر متبادلة بلاش دايما بشوف مشاعر كده إنه اللي مثلا بيشجع الزمالك مش عايز الأهلي يكسب إفريقين والبيشجع الأهلي مش عايز الزمالك يكسب إفريقين ليه يا جماعة؟ خليكوا عندكوا بيس يعني بيس وروح رياضية لطيفة كدا والمهم إحنا لما نقابل بعض هنعمل إيه ونقدر نقابل بعض إزاي مين هيكسب ومين هيكسب أكتر هذا الأهم أما في ساعتنا الإخبارية الليلة فسنتابع الوضع في غزة وفد حماس يصل قاهرة غدا لتسليم رده حول الورقة المصرية وأيضا ماذا قالت كريستالينا جورجيفا عن الاقتصاد المصري كريستالينا طبعا هي مدير صندوق النقد الدولي وماذا قالت في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض أما في النصف الثاني من حلقتنا ضفنا ممثل قدير تعرفوا من صوته ممكن ما يكونش نجم صف أول لكن وجوده في أي عمل يؤتي هذا العمل ثقل فني سامي مغوري أكتر من خمسين سنة من التمثيل اشتغل مع الكبار من أول بدايات سنوات التلفزيون مع العظام صلاح منصور زوزو نبيل وعلى خشبة المصرح في سنوات ازدهار المصرح مع سيدة المصرح العربي سميحة أيوب وفي السينما مع عد الإمام وسعد حسني ومحمود عبد العزيز وصلاح السعدني ويعمل الآن أيضا مع الشباب من الجيل الجديد فنان من زمن القيمة مش زمن الترند سامي مغوري هو ضفنا النهاردة هنتكلم عن آخر أدواره في مليحة ونعمل أفوكاته أيضا رأيه في الجيل الجديد وذكرياته مع جيل الكبار لكن قبل ما نبتدي كل سنة وكل أقباط مصر بخير وطيبين النهاردة حد السعف أحد الشعانين ذكرى دخول سيد المسيح مدينة القدس أورشليم حيث استقبله أهلها بالزعف وأغصان الزيتون النهاردة بداية أسبوع الألام ينتهي بخميس العهد الجمعة العظيمة ثم سبت النور وأخيرا عيد القيامة يوم الأحد بإذن الله الكنائس المصرية النهاردة شهدت قدسات حد الزعف ومساء السبت تشهد كنائس مصر قدس عيد القيامة كل سنة وانتو طيبين تشهد كنائس مصر 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 اشتركوا في القناة